مليون ونصف المليون حبة مخدرة من مادة الكابتاكون تم ضبطها من قبل رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كانت مخبأة بطريقة سرية ومبتكرة في حاويتين محملتين بالفحق قادمة من إحدى الدول الأوروبية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية شيخ محمد خالد الحمد الصباح أكد خلال إشرافه على إحراز هذه الضبطية على أن الوزارة ورجالها سيضربون بيد من حديد كل من يستهدف أبناء الكويت وشبابها والذين يمثلون حاضر الوطن وعماد مستقبله قام معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح اليوم بزيارة مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حيث كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد للأمن الخاص اللواء محمود الدوسري ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبد الحميد العوبي ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالوكالة العقيد وليد للدريعي واستمع معاليه إلى إجاز عن أهم محاور ونتائج الاجتماع الطارئ لمديري أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في الدوحة بناء على الدعوة المقدمة من وزارة الداخلية بدولة الكويت والتوصيات التي تم اعتمادها والاتفاق عليها بهدف زيادة التنسيق والتعاون بين دول المجلس لمكافحة المخدرات وأشرف معاليه ميدانيا على القضية الأخيرة التي تم ضبطها والتي تتلخص بورود معلومات إلى رجال مكافحة المخدرات حول قيام شخصان أحدهما من الجنسية السورية ويدعى حميد عابد والآخر سعودي الجنسية ويدعى عبد العزيز محمد بإنشاء شركة استيراد بقصد الإتجار بالمخدرات وجلبها من أوكرانيا وإنه تم تكثيف التحريات حول المتهمين إلى أن تم ضبطهم والتحقيق معهم وأقروا واعترفوا بقيامهم بجلب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة بقصد الإتجار وإن الشحنة وصلت ميناء شويخ وهي عبارة عن حاويتين محملة بالفحم وتم إخفاء الحبوب المخدرة بداخلهما بطريقة سرية ومبتكرة وبيّن أن رجال مكافحة المخدرات وبالتعاون مع زملائهم في الإدارة العامة للجمارك قاموا بضبط الحاويات والعمل على تفتيشها حيث عثر على مليون ونصف المليون حب من المواد المخدرة الكيبتاجون وأثنى معاليه على جهود رجال الأمن وأن هذه الممارسات تزيد الأجهزة الأمنية إسرارا على مواصلة التدريب ومواكبة آخر ما توصل إليه العلم الحديث من آليات تكافح المخدرات مؤكدا أن رجال الأمن هم حصن الوطن الحصين والعين الساهرة على أمنه وسلامة مواطنيه ضبطت أمس البارح بالليل واليوم تمينا الفتحهم وشفتوا بعينكم هاي عبارة عن فحم وخلال الفحم حاطيني كياس معينة مرمزة برمز معين اللي فيها محتويات المواد المخدرة وعثرنا على كمية كبيرة تغدر أكثر من مليون ونصف حبة داخل البضاعة هابي كانتنا عن طريق أحد الدول الأوروبية وتموا ضبط بعض الأشخاص وفي أيضا متابعة لبعض الأشخاص إن شاء الله الدول المجلس أيضا عندهم مشاكل مثل ما عندنا مشاكل واجتمعنا وكونا فرقة خاصة تقوم بمتابعة الموردين والمصدرين لنا خارج دولة الكويت وجمع التحريات والمعلومات عنهم اشتركوا في القناة